في هذه القرية النائية غرب السينيغا ليستقبل هؤلاء التلاميذ يوما جديدا في مصارهم الدراسية عكس ما ألفوا خلال سنوات المنصرمة هم اليوم على موعد مع مشروع رقمي تراهن عليه المؤسسة التعليمية للرفع من المستوى التعليمي للتلاميذ المنصة الرقمية تعمل بواسطة الطقس الشمسية وتمكن من عرض المواد الدراسية عبر تطبيقات متطورة وجهاز خاص لعرض المواد الدراسية هذه التقنية المعتمدة تعرض مواد تعليمية متنوعة كالأرقام والخرائط والمواد العلمية في تجربة غير مسبوقة في هذه المدرسة هي مجموعة من المعدات التقنية التي تعمل بالطاقة الشمسية وتهم هذه المعدات جهازا للعرض ومكبرات الصوت وكل ما يحتاجه المعلم من أجل التدريس نحن نقوم أيضا بتدريب هيئة التدريس على استعمال هذه المعدات من خلال تحميل جميع المواد التي ترغب المؤسسة في تلقينها للتلاميذ عبر جهاز مخصص للعرض المعدات الموجودة تمكن كل تلميذ من استيعاب المواد بسهولة وهم في مقاعدهم لا حاجة لهم الآن بأن يقوموا من مكانهم إلى الصبورة وتوفر كل تلميذ على قرص مدمج خاص به سيمكن من التلقين بطريقة أفضل وأسرع ظلت هذه المدرسة على مدار السنوات الماضية تعاني من غياب شروط التدريس الأساسية السبب وفق إدارة المؤسسة هو الانقطاع المتكر للكهرباء بأجزاء واسعة عن المنطقة نهاية هذا الوضع جاء بفضل شراكة بين مقاولة أمريكية الالتصالات ووزارة التعليم السينيغالية شراكة توجت باعتماد المشروع التقني تلميذ هذه المدرسة يرحبون بالمشروع ويعددون التغييرات الحاصلة نتمكن من خلال هذه التقنية من اكتشاف العالم وتعلم الكثير من الأشياء أشهد جميع المواد من خلال جهاز العرض يفتح المشروع التقني اللبابة أمام تحول كبير في مناهج التعليم المعتمدة بالسينيغال وذلك بفضل الإمكانيات التقنية التي توفروا عليها ويركز القائمون على المنصة الرقمية جهودهم اليوم على إمكانية تعميم التجربة على نحو خمسين مدرسة ابتدائية في أنحاء مختلفة من البلاد تعميم التجربة يرتقب أن ينهي مشاكل عديدة في المدارس المستهدفة كما ستمكن هذه التجربة من فتح أفق جديدة في جودة التعليم